عادت اتفاقية الإطار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية إلى الواجهة مع الحديث المتجدد عن إبقاء قوات أمريكية في قواعد عراقية بعد هزيمة داعش على الرغم من في مكتب العبادي أنباء إجراء محادثات مع واشنطن بشأن الإبقاء على قوات أمريكية في العراق فضلا عن فيه وجود أي قوات مقاتلة على الأرض فإن هذا الموضوع تفاعل في أروقة السياسة بعد الإعلام أعضاء في مجلس النواب رأوا أن الوجود العسكري الأمريكي في جانبه الاستشاري أو القتالي إنما يأتي في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقع عام 2008 بين بغداد وواشنطن مقرن بأن العراق يعد تحت الانتداب الأمريكي القيادة الأمريكية اتفقت مع القيادة العراقية بأن يكون هناك عمل عسكري ومتواجدين بقواعدهم في العراق هذا اتفاق مضرم من سنوات عديدة واليوم أعيد هذا الاتفاق فنحن تحت الانتداب الأمريكي وهذه حقيقة يجب أن نعتقد بها ونؤمن بها وهذا هو حاصل ما جنيناه من الحروب نواب آخرون نقلوا عن جماهيرهم ترحيبهم بعودة القوات الأمريكية إلى العراق لصد تدخلات دول الجوار السنادا إلى الاتفاقية الموقعة مع واشنطن ألاحظ كثير من الناس سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الإعلامي رحبوا برجوع الولايات المتحدة الأمريكية هنا قد تكونها عكس قناعاتي ولكن إذا كان هناك تدخل من دول الجوار سواء كان من إيران أو من تركيا أو من غيرها من هذه الدول على حساب كرامة العراق وهوية العراق ووحدة العراق سنحاول أن نستنجد بمن يبعد علينا هذا التدخل لا سيما فيه هناك اتفاقية أمنية غير أن الوجود الأمريكي في العراق يثير حساسية كبيرة لا سيما لقوة التحالف الوطني المتحالفة مع إيران والتي يهدد بعضها بين وقت وآخر بضرب القوات الأمريكية في حال عودتها اشتركوا في القناة